مرحبا بك في القرن الواحد والعشرين حيث الحرام مجاني والحلال مكلف جدا حيث وصول البيتزا أسرع من وصول الإسعاف والأمن حيث فقدان الهاتف أكثر ألما من فقدان الكرامة وحيث الملابس تحدد قيمة الشخص حيث أصبح الوفاء وأصحابه من الطراز القديم حيث أن المال هو تمثال الحرية والعدالة والمساواة مرحبا بك في هذا العصر الوحشي حيث أصبح الكذب فهلوة والخيانة ذكاء والفقر عيبا وحيث أصبح العري قمة الأناقة والحرية والتحشم قمة التخلف والجمال هو عامل الجذب الأول وكسر الخاطر أصبح صراحة وجبر الخواطر أصبح طيبة وهبلا والمال يجبر الناس على احترامك حتى لو كان مالا حراما والمبادئ والقيم قمة التخلف والتأخر أهلا بك في قمة الزيف وفي أسوأ عصر من عصور البشرية هل هذا هو التقدم الذي نسعى إليه؟ هل هذه هي الحضارة التي نفتخر بها؟ إن هذا الواقع محزن ومخيف ويجب علينا جميعا أن نعمل على تغييره وأن نعيد إحياء القيم والمبادئ التي ضاعت في زحمة هذا العالم المتغير فلنقاوم تيار الانحراف ولنحافظ على إنسانيتنا ولنبني عالما أفضل لأجيال المستقبل ترجمة نانسي قنقر